السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو دور قطر في تصفية القضية الفلسطينية لصالح أمريكا؟ ده موضوع حلقتنا إن شاء الله اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه لكن خلينا في البداية نقول إن دولة قطر بتتعرض لهجوم كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت داخل الولايات المتحدة الأمريكية خاصة داخل الكونجرس الأمريكي وأيضا بتتعرض لهجوم أكبر من وسائل إعلامية كتير هناك أغلب الاتهامات الموجهة لقطر هي تمويل كينات تبعة لجماعة الإخوان المجرمين داخل الولايات المتحدة وزاد الهجوم ده جدا بعد عملية طفان الأقصى خاصة من الجماعة بتوع سامية أو معادات السامية لأنهم شايفين إن دور قطر في تمويل حماس ضد سامية غير مقبول وما ينفعش إن يبقى فيه علاقة مع قطر طول ما هي بتعمل كده الحقيقة أنا سألت نفسي كتير عن سر التناقض الغريب ده في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع قطر يعني مثلا قطر تعتبر بالنسبة لأمريكا هي المرفأ والميناء والمطار والواحة اللي بتستريح فيها في الشرق الأوسط وفي نفس الوقت أمريكا وقفة في ظهر إسرائيل وما بتسمحش أبدا إن أي حد يهوب نحيتها وبتشجع كمان كل جرائمها ضد الفلسطينيين وفوق ده كمان أمريكا بتستخدم حق الفيتو لحماية إسرائيل من أي قرار يدنها في كل المحافل الدولية زي مجلس الأمن وغيره رغم إن قطر بتستضيف جماعة الإخوان وبتعتبر مركز رئيسي لهم وكمان عندها المكتب السياسي لحركة حماس اللي أمريكا وإسرائيل قل بين الدنيا علشان يمسكوا قيادتها المدنيين وسيبين المكتب السياسي كده عادي عايش في قطر وكمان بيتعاملوا معاهم وما فيش مرة كده سمعنا إن أمريكا قفشت حد منهم ورحلته على واشنطن وحبسته هناك في السلاحليك لحد ما يقر ويعترف ويقول زملاته فين اللي معهم السلاح السئلة كتير الحقيقة ظهرت في دماغي حوالي العلاقات الغريبة دي يعني أمريكا بتتعامل بكامل الود مع قطر اللي بتستضيف زي ما بيقولوا يعني ألد أعداءها في الشرق الأوسط من الكيانات المصنفة إرهابية عندهم زي ما قلنا مثلا المكتب السياسي لحركة طالبان وقيادات تنظيم القعدة وقيادات جماعة الإخوان إضافة طبعا للمكتب السياسي لحركة حماس ومع ذلك أمريكا مش زعلانة من قطر ولا بتقوم الدنيا عليها زي مثلا ما عملت قبل كده مع السودان أو مع غيرها من الدول اللي وقعت أمريكا عليها عقوبات بتهمة دعم الإرهاب طبعا أكيد هنا فيه حاجة غلط ومش مفهومة فهل اللي بيحصل في قطر ده أمريكا مثلا راضي عنه ولا يمكن يكون تحت إشراف أمريكا ورعيتها أو ممكن تكون قطر الجزيرة الصغيرة جدا دي اللي مساحتها أقل من مساحة مدينة في أمريكا مسكة ذلة مثلا على الولايات المتحدة وبتهددها بالسدهات اللي لها عندها مثلا أو يمكن تكون قطر بقى مارد جبار وإحنا مش عارفين ولا واخدين بالنا منها وإنها أكبر وأقوى من الولايات المتحدة ما حد يفهمنا برضو يا جدعان إيه اللي بيحصل ده إيه اللي أنا شايفه ده إيه الحلاوة دي إيه الطعامة دي أكيد فيه حاجة من دول يعني ما هو مش معقول أبدا إن الولايات المتحدة تسقط كده عادي وما يكونش فيه سبب وجيه ومقنع خليك معايا بس كده وفي الآخر أنا هقول لحضرتك الإجابة الشافية خلال الفترة اللي فاتت كان فيه فضايح كتير جدا لقطر والولايات المتحدة زي ما تكلمنا قبل كده منها التقارير الصحفية الأمريكية اللي تكلمت عن علاقات قطر المشبوهة بمؤسسات رسمية وغير رسمية داخل الولايات المتحدة ومنها سيول الأموال الجرفة اللي بتيجي من قطر لتمويل مؤسسات إعلامية وتعليمية في الولايات المتحدة ومنها كمان مؤسسات كبيرة عالمية ولها اسمها إضافة طبعا للتمويل القطري لعدد كبير جدا من الجامعات الأمريكية وحالة الغضب الكبيرة اللي بتواجهها العملية دي من بعض أضاء الكونجرس اللي شايفين إن الموضوع ده فيه حاجة غلط وإن قطر بتستغل الجامعيات الخيرية علشان تمرر التمويلات دي للداخل الأمريكي علشان تعمل أرضية معارضة لأي قرار يطلع ضد جماعة الإخوان أو ضد حركة حماس اللي بيعتبروها دلوقتي إنها وقفة ضد الاحتلال فإحنا كده كعرب ومسلمين المفروض يكون موقفنا مؤيد للحكاية دي على اعتبار أن الموضوع ده يصب في صالح القضية الفلسطينية والمقوم لكن برضو مش عارف أقتنع بأن الموضوع ده كده يواجه الله أو إن قطر حريصة جدا على القضية الفلسطينية بالشكل ده وما بتدورش على حاضنة آمنة للإخوان المجرمين داخل أمريكا خاصة إن الإدارة الأمريكية نفسها سكتة عن العمايل دي وما بتردش على المعارضين لها وكأنها مش شايفة حاجة فمعقول يعني الإدارة الأمريكية نفسها اللي بتدعم الاحتلال بكل قوة هتسكت كده بسهولة عن الحكاية دي اللي وسائل الإعلام المعارضة قال بدوني عليها هناك تعال بقى أشوف المفاجأة هنا واللي كشفتها جريدة ناشونال انتراست ووجهت كلامها للمعارضين وقالت فيها انتوا زعلنين ليه ان قطر لها علاقة بحماس ووقفة في ظهرها كده انتوا ناسيين ان الموضوع ده أصلا كان بطلب من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما آه قلت لي بقى يعني أوباما هو اللي أمر قطر انها تعمل مكتب سياسي الحماس عندها التقرير بيقول ان في 2012 قطر استضافت المكتب السياسي لحركة حماس عندها بعد طرد القيادة الخارجية للجماعة من مركزها السابق في العاصمة السورية دمشق وأصبحت قطر قبلة حماس مش كده وبس ده أصبحت كمان قبلة قيادات جماعة الإخوان المفلسين المجرمين وأكد التقرير ان اللي ما يعرفهوش منتقدي الدوحة ان إدارة أوباما طلبت من قطر في الوقت ده انها تلعب الدور ده علشان تتمكن من الحفاظ على قناة اتصال غير مباشرة مع حركة حماس اللي بتعتبرها وزارة الخارجية الأمريكية مؤيدة لحركة حماس حبيب هارتي عن الدعم القطر الحماس ده جاي بأوامر أمريكية أصلا وما البقى فين الإنسانية والحنية القطرية ودعم القضايا الإسلامية طبعا كل ده أوامر كمل يا سيد التقرير بيقول كمان ان في السنوات الأخيرة الحكومة القطرية كانت بتقدم مساعدات كبيرة جدا لحركة حماس علشان تدفع أجور الموظفين في غزة وكمان علشان تقديم المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة ده طبعا غير تمويل المدارس والمستشفيات التابعة للأمم المتحدة للاجئين ودعم مشاريع البناء وبحسب تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فالأموال ده كلها قطر كانت بتقدمها لغزة بناء على طلب من الولايات المتحدة وإسرائيل وهدفهم من ده تحقيق الاستقرار في غزة زي ما بيقولوا أو زي ما بيدعوا الغريب بقى أن تحقيق صحيفة نيويورك تايمز بيقول أن في بعض الأحيان كان بيتم نقل الأموال القطرية دي يدويا لقطاع غزة وطبعا بتتنقل الأموال دي المين هناك لقيادات حماس عن طريق معبر إيريز لإسرائيل وبتكون معاها ضابط في المخابرات الإسرائيلية وبيتم تسليمها للناس هناك وجانب منها بيروح للمؤسسات التابعة للأمم المتحدة زي الأونروا وبتتوزع زي مصر إيل عايزة الحقيقة يا أخواننا أن الدور القطري ضد بلدنا كلها من خلال الخراب العربي لا يجهله أحد إلا واحد بقى صاحب أجندة أو واحد جاهل أو واحد حاقد فهل معقول هو ده السؤال هل معقول أن اللي بتعمله قطر ده لوجه الله؟ بصراحة أنا لا أظن لأن اللي تعودناه من قطر طيلة السنوات الماضية كلها أن قطر لا تفعل شيء لوجه الله أبداً حضرتك دور كده على مواقفها المخزية مواقف العار ومواقف إعلامها العار ومواقف مرتزقتها العار اللي منتشرين في كل مكان علشان بس يسوقوا سمعة تحالفنا العربي وخاصة مصر والسعودية والإمارات حس أن التلات دول دول كده بالذات عاملين ألأ لقطر وللقطريين أو على وجه الخصوص عاملين ألأ للإعلام الإخوانجي ولشوية العيال الذواب الإلكتروني ده اللي منتشر على السوشيال ميديا علشان ينفذ هذه الأجندة مقابل ما يرمى له من بعض العظام من هؤلاء القطريين وبالذات من عزم بشارة اللي بيشغل تحت منه كتايب ومرتزقة علشان ينالوا من بلدنا العربية لكن ربنا يخزيهم إن شاء الله ربنا يحفظ بلدنا ويوفق حكمنا لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته